معارضاً ذكرت أن الآن بعد سبعة أشهر حصلت مربعات مهمة جداً في المقابل البلاد ووضعها الاقتصادي يعني هذا اللي تتحدث عن الليجان ونقاشات هذه توقف فاضي مع كاما احترامنا وتخديرنا يعني المواطن الآن الولع الاجتماعي ما عادش ينتظر أكثر ماذا يملك تملك المعارضة من أوراق الضغط وأدوات من أجل الوصول إلى حل سريع على قل وتراجع رئيس الجمهورية عن هذا مشروع الذي يقول فيه في كل مرة لا عود الوراء والله نحن لا نملك القوة المادية نحن لا نملك للجيش ولا الداخلية حتى نجبره وحتى لو ملكناها لا أريد أن أدعو إلى الانقلاب ضدنا ضد الانقلابات ولا نملك القوة المادية كل ما نملكه كمعارضة هو أن نحقق بعض الأسئلة التي كان يتحدث علىها الأستاذ عادل عندما يقول أين المشروع وأين هي الجبهة لو كان لدينا مشروع لما وقعنا في هذا الانقلاب لو كان لدينا مشروع جامع يقوم على حلول علمية ويقوم على التعايش لما عطل بعضنا بعضاً ولما شوها بعضنا بعض ولما استخدمت استراتيجية التعفين والتعطيل في مجلس النواب حتى يتلقفها هذا المنقلب ويقوم بانقلابه إذن نحن ما نقوم به في مواطنون ضد الانقلاب لا نقوم بحلول ترقيعية وإنما نحاول أن نجد الدواء لا ندعي أننا لنا أفكار خلاصية ولكن هو يعرف جيداً عبد بن عبد الله أننا منذ تقريباً عشر سنوات نتحدث معه ومع أصدقائنا أن ما ينقصنا هو المشترك الوطني لو لا هذا المشترك وبدونه سوف نقع في هذه المطبات إذن ما سوف نقوم به ليس ندوات فكرية وليس ترفاً سوف نجمع الشخصيات الوطنية والمثقفين والقيادات الحزبية ولكن بأسمائها ليس بصفاتها الحزبية وسوف ندعو أصدقائنا من الخبراء في التربية وفي الاقتصاد وفي القانون الدستوري كلهم ندعوهم إلى تشكيل ونشكل معهم هذا المشروع الذي سوف تلتقي عليه هذه الجبهة الواسعة المضادة للانقلاب وسوف تطرح هذه الأفكار على الحوار الوطني وتقول أنه لدي هناك مشروع ولدي حلول بينما أن المنقلبة لا حلول له إذن بدون هذا اللقاء الواسع بين الحساسيات السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية الرافضة للانقلاب لا نستطيع أن نهزم الانقلاب وبدون أفكار وأوراق ورؤاة حقيقية للناس فيها حلول للناس لا يمكن أن نهزم الانقلاب وحتى إذا هزمناه وليست لدينا رؤاة واضحة وحلول سوف يقول لك الناس طيب أسقط الانقلاب هل لديك حلا لمشكل ما عليك أن تكون جاهزا وتكون لديك حلول معقولة وعلمية تقول نعم لنعد للديمقراطية والديمقراطية ليس المشكل في الديمقراطية وإنما المشكل في الذين حكموا في عصر الديمقراطية وهذه حلولنا وهذه أفكارنا للمشكل الفلاني والمشكل العلاني إذن ما سوف نقوم به صحيح نعرف أن الناس في عزلة من أمرها وهذا أمر مؤكد ونحن من بين هؤلاء نحن شهارة في آخر المطاف وأنت تعرف أن الجريات أصبحت تتأخر ولكن نحن مضطرون إلى أن لا نتباطئ ولا نتسرع إذن وهذا هو التمشي الذي أردناه حتى نجمع الناس في جبهة وطنية ديمقراطية واسعة لها مشروع ولها بدائل وتذهب إلى الحوار وهناك فكرة قالها الأخ عادل حتى لا يكون الحوار هو تفاوض معين وحتى لا يكون تفاوض من أجل استسلام طرف وانتصار طرف آخر لذلك كانت الجبهة وفكرة الجبهة الواسعة والعريضة والقوية حتى يكون الحوار عن حوار حقيقي فيما يخص نوايا السيد نوردين الطبوب يعتقد أن الرجل صادقا عندما يدعو إلى حوار غير إقصائي وأصبح على وعي حاد وتام بأن البلاد لا تخرج إلا بحوار تونسي تونسي ترجمة نانسي قنقر